مجلس النواب خلال جلسة مجلس النواب العادية الخامسة عشرة تمت مناقشة الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون المجلس الشورى والنواب حول الاختراحات بشأن تعويض الموظفين والعملين في الوزارات والجهات التي تخضع لجهاز الخدمة المدنية عن العمل الإضافي تعويضا نقديا بدل ساعات الراحة نتمنى معالجة أي أمور تلامس معيشة المواطن لأن اليوم المواطن هو محور التنمية ولازم اليوم تكون الجهات الحكومية تركز في تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية في مملكة البحرين ورفع المستوى المعيشي وإن شاء الله في الموازنة الحين اللي أحالت لمجلس النواب راح نناقش عدة أمور تلامس المستوى المعيشي ورفع الكفاءات الوطنية في كافة التخصصات اليوم تناقشنا في الجلسة عن رجوع الأوبرتايم اللي هو الدخل الإضافي للقطاعين العام الخاص كانت هناك مداخلات كثيرة ترجح هذا القرار واللي احنا اليوم نحاول أن نحصل المستوى المعيشي للموظفين للقطاعين وذلك راح يسبب التوازن المالي وزيارة الأقتصاد إن شاء الله وفي ذات الجلسة تمت مناقشة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال وهو حول قيام الحكومة الموقرة من خلال صندوق العمل تمكين بدعم المواطنين من أصحاب سجلات تجارية الذين تضرروا بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 الرد كان أن وضحت الحكومة أن صندوق العمل تمكين في جائحة الكورونا استثمر 63 مليون دينار هذه 63 مليون دينار استفاد منها 18 ألف سجل تجاري وأيضا تم توظيف وتدريب بين 20 ألف بحريني استفادوا من هذه الدعم الرد اللي كان نطمح فيه أن نحنا وصله للحكومة طبعا كان أن نحتاج في بعض القطاعات لازالت متضررة من جائحة الكورونا وما استطاعت أنها يترجع بشكل طبيعي المطلوب المطلوب أن يتم أيضا دراسة دعمهم مرة أخرى على أساس أن يوصلون بر الأمان مثلما القطاعات الأخرى كانت الحكومة مشكورة بقيادة جلات الملك وسمى ولي العهد أن تم وصولهم إلى بر الأمان وأنهم قدروا يواصلون إلى تجارتهم هذا وقد طرح سادة النواب مجموعة من الأسئلة خلال الجلسة تمحورت حول خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي وعدد المؤسسات وشركات الأجنبية التي لديها سجلات تجارية للعمل والاستثمار في مملكة البحرين بالإضافة إلى عدد الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية ملفات مهمة تمت مناقشاتها اليوم خلال جلسة مجلس النواب كان من أبرزها دعم المواطنين من أصحاب السجلات التجارية وتعويض الموظفين بساعات العمل الإضافية وذلك لرفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين